اختي كوب الخل ستخلص اليمن شي حاجة اسميها التسبوغات شي حاجة اسميها الكحولية والزرقية في الرجلات بغيت اختي قوم اجلي هنيك من الرجلي الحرشي رجلي اللي كشبه الراجل كلها في الحياة في الحق وصن في هذا وقت البرد وشتا رجلك يكونوا واخدين العصا وواكلينها ديال بالصح من اللي عملي فات ولا من الصف اللي فات فكاللي عندها ليطاش وتسبوغات ديال سنين وعوام اليوم اختي هذين برعات واحد للمولاتي الوصف والله القاسمة سترحموا لي بها الوالدين واللي شفت الرجلات ديالك داروني ما تسوليك على السر ديال النعومة والبويضة وكذلك احتروا طوبة كيواللي والبنات نعمين ورني صورت ليكم هكذا معد المقاطع المصغرة للرجلات باش شوفوا الغيز والتها ديال هاد الاغوسات على الرجلات ترام شاء الله وحد توريد واحد تفتيح ارى الهبال اختيت لبسي الكلاكيطات سنين ديلات وكما نقولون ان راسك مرفوع مرفوع لان رجلات ديالك تكونوا كيوالحمقوا وكما نقولون نصف جمال لمرأة ما شغل الشعرات الرجلين لان رجلين يبانوا كما نقولون ان فاكت لبسي شي حاجات يبانوا في الرجلات وقع فصل الصيف يعني تبانوا كتر وانحنا خصنا نتاله فيهم قبل فصل الصيف طبعا الحل فصل الصيف رخصوا يجي القناة مواجدين رجلاتنا باش نخرجوا بهم وارا برع ديك الساعة لسندنات و البحورات ونظوروا شوية ومتسارا ونفوجوا على قلبنا فالمهم غزالاتي كما قلنا نحتاجوا 1-4 كاس ديال الخن ونحتاجوا مكوينة تنوية لهم بساطة البنات بساطة الخاس قد تبع معي الوصفة وكذلك بشرة حتى البنات اللي عندهم النحافة في الرجلات لان انا كان عرف بزاة البنات اختيارة رجلية كالراجل اضعافين ونحافين اختي ما خليت ما جربت ما خليت ما استخدمت ما خليت ما استعملت وللأسف رجلية باقن وكل العصار رجلية باقن ما فيهم ما يتشاف اختيج بليك الحلحتة لعندك جلس ديالك يبليو بويد ما فيهم لا تسبوغات لا نمش لكلف لا تسبوغات لا تاجي حاجة غيت بعملين ان شاء الله وما تنسى اختيج تشتركي في القناة وتفعلي زل جراس تخلي تعليقات ديالك وإكتراحات ديالك شنو تبغي ان شاء الله ان تختجي معاك وشنو تبغي تشوفي في الفيديوهات المقبلة وعلى بركتي لها البناس شنو تعرفوا على مكونات الوصفة فكيما قلنا البناس ان تحتاجون ان شاء الله الخل العادي هذا البناس خل مائدة الملون يعني العادي ممكن تاخدي خل البيض خل تفال خل الحامض خل البيم لأنه بزاف الناس يسولون عليه فمويم اي نوعية الخل الخو ديها جميع انواع ممتازة ورائعة وبالنسبة الخل البناس شوفوا فاش كانوا سلو بيغي تججرى كي يبيضوا ما كيخليهم زعلك ما كيخليه صفر ما كيخلي في ذاك الشي كيخليه بيض فما بالوك الحمد للإنسان مهم غزالتي ما تساوني شمالي لايك اي وحدك تشوفي ان بغاتش الجنب واحد لايك وتشترك في القناة وتفعل زل جرس كيخلي التعليقات الاقتراحات الاستفسارات تبقوني هكذا نبغتاجي معاكم نطبيت الحال غزالتي اي موضوع تبقوني نشاركو معاكم فانا راه الاشارة مرحبه على الراس والعين غزالتي وعلى بركتي الله نمشو باش باش نتعرفو على المقادر ديها الوصفة لما قلنا من غير الخل نحتاج مكوينة تنوية واللي هم اختي نحتاج اما الملحة اما السكر سنيدة لانو هاد الوصفة كتقومي فيها قومي فيها تبيض فيها كل شي فقلنا نحتاج السكر سنيدة انا عندي هاد الخاشين ممكن تخديت الملحة اذا ما عندك سكر سنيدة خدمي غير بجوج معالق او معلقات الملحة الناس اللي في الباديمة عندهم سكر سنيدة يدرون الملحة لانو كيني بزاف البنات يتابعوني من البادية تحييلكم خاصة غزالتي كيبغيو تهلو فرجلات ديالهم كيبغيو تكون خطوبة او اقربة تزوج تقولي اخترج اللي يراهم تفلحوا تهلكوا كيزيدهم طبعية تهلكوا كتر في العربية يعني كتر من المدينة فاختيغنت هالله فيك بوصفة زوينة غيت تبيع معايا فكيما قلنا سكر سنيدة او الملحة كذلك الاختيغة تحتاج معايا الطلك البنات اللي ما عندهم ش الطلك فممكن ما تستخدموش الطلك ماشي ضروري وماشي اساسي في الوصفة الطلك غي كينسم كيوحد كيساعد على التفتيح والطبي وكينسم الرجلين كيعطيهم الوحة زوينة وكيعطيهم المس زوينة فهد شي لاش اما لما عندكش بلا مديري لي الطلك لانه بزردنات يقول لي ما عندناش الطلك شنو نديرو ونسلي في المدينة رأى الطلك بخمسة درام بخمسة درام لا غلي على مسكين ماشي شي طلك اللي يدير خمسين درام بخمسين درام ولا سبعين درام ما غايكونش في الموت نوال دي لكل شي قرعه وفيها ماشاء الله القرعه بخمسة درام بخمسة درام ما تديك العام يعني قرعه اللي يزوينا وماشاء الله عليها منافع ديالها لا تعد ولا تحصل وكيما قلت لكم حبيبتي هالطلك نالخيص لديك طلق قديم في الدار فأخدمي بي أي نوعية طلق كنت تستخدمها و كنت أعجبك النسمة و رحة ديلا فأخدمي بها أنا هنا لبنساد عندي في رحة ديلا بايبي صغار لحظة صراحة زوينة أنا كنت أعجبني وأنتم إلا عجبتكم خدموا بها ما عجبتكم شديروا أي طلق عندكم ولكن هذا زوينة دعلا ضمانتي لأنه كنت تستخدموا الوليدتي فش كانوا صغار وذا ما شاء الله راكبروا و الوليدة ما شاء الله الاخرين صغار كانت تستخدم اليوم هذا الطلق يعني كما كان قولوا سنين و أعوام هذا ماشي يعد أول مره اللبنس غنشاركوا معاكم كذلك حبيباتي إن شاء الله سنحتاجوا كمية ديلا نشا ولا دراء ولا ما يعرف بما يزينة وهذا البنات ديما كانت تستخدمه هدا في مياه و 80 جرام هذا بسبعة درهم ديلا إيديال زوين و رائع و اقتصادي يعني فيه كمية هي كبيرة و كثيرة بالنسبة لبنات كذلك سنحتاجوا لتوريد خصوصا لبنة الكسون والتوريد فهنا ديما كان ديلا الفلفل الحمرة الحلوه ولا الحر بحال بحال ولبنات اللي ما بغينش يديروا الفلفل الحمرة ممكن ديروا الدول الحمر أو عكار بعوشين ساعة طريف و كتمع كوهر أو دم الغازة القريعة بخمسة ديلا الدرهم تهي زوين مهم اللي يعجبكم هاد شي زوين و بطبع يتحال أنا كانتكو من غير الاختيارات و غادي تشوفوا انتم الاختيارات اللي يعجبوكم اللي أريد ديالكم هم اللي يتخدموا بيهم وبنسبة الفلفل الحمرة هاي يا حبيباتي شون 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 البنات الفلفل الحمرة زوين البنات الفلفل الحمرة ما شاء الله على المنافع ديالها و على المزايا ديالها أنتما حبيباتي شون شون شكل يعني اللون ديالها حمر ما شيداك اللون الصفار ولا يعني اللون حمر رائع شوفوا غير شكل ديال كيفاش ديال شون شو وكذلك ان شاء الله لأي جلدوش عندكم أنا غنجي للبنات هذا من اسمات الورد كتعجبني هذا الرخيص ما غاليش كيتباع في المحلة التجارية الكبرى إلي عندكم شي جلدوش كيعجبكم بالخزامة بالورد بالياسمين بالخوخ بالمشمش بالتفاح شوفونتو ما خدموا بي مويم هذا بالورد كيجي فيوحد اللون غوزبة بك كيحمقها البنات ورانا كان أخذ الحجم الكبير هذا البنات راه في 750 آمال يعني واحد القرعارة ما شاء الله كبيرة حجم اقتصادي وعائلي وريحتات الورد مهدي ما شاء الله فلا دوش عفت يا واحد نسمة تدوم وتدوم وتدوم وكينا البنات هاد هاد الجلدوش هاد ديلكوك هاد البنات هوازوين مهم انا هنا هرا كنقول لكم ديروذك الشي اللي عندكم مره مش بشوف بشي تجيبي هاد الجلدوش ومشي تشريه باش انت تسخدمي الوصفة أنا البنات كان دير الحاجة اللي كتعجبني نسمة في الجلدوش ريحتك تعجبني انا هي باشغن ديك انت تقدري تاخذي ومتعجبكش ريحتو فهنا اخدي جلدوش بأي نسمة يعجبك ما عندكش فممكن اختيت دي رقع غير الصابو اللي بلدي يملسلك الرجلين بلا ريحة مهم هاد بلكوك هاد البنات هوازوين ريحة دياله السيوائي صراحة السيوائي وحد الميلانج وحد الخاليط ما شاء الله وكان ستخدم مره مره لابنت هاد ديال تفح هاد ديال لابنت هوازوين مهم انا غير وريتكم اما طبعا حال ممكن تخدموكش اللي احبت خاطركم على حسب الدوق والقعناء والريحة اللي كتفضلها كل وحده فينا بالنسبة كما قلت لكم الأضواق لا تناقشوا تختلف يعني كالي كتب واحد من ديكوك اللي ما كتبغيش المهم حبيباتي انتو ما اكم فهمتوا هاد شي اللي كين حبيباتي هاد هوا المكونات وعنا بركتي الله ندوزل طريقة التحضان كما قلنا غنحتاجوا سكر ساندة ممكن طبعا حال تخدمي بكمية سكر ساندة اللي بغيت انا الاغلبية كان ديكو جميع القطرحة كافي نير الجيلات ديالي كيخلوهم هكذا يكشقو بالبيوضة وبالنقاوة فهاهم يا حبيباتي جوج ديال جوج سكر ساندة ومن بعد غاد ينضيفوا ليهم كميات ديال الخل انا غاد نخدمها بهذا ديال البنتراء كيفش كرجع لي الفراج كيشعلوا بالبيوضة وبالنقاوة وانتموة طبيعية خلطوا عندكم خدموا بمشي اشكال من بعد حبيباتي نخدموه بالنشا وانشربوا ليسوا لكم مقبل هذا هو النشا ذو النشا صراحة ان نفضل انا ياوكي عجبني بزاف عنده عدث منافع وعدث مزايا ثم نضيف كمية النشا و النشا نحاول نخلط نشا و سكر سنيده لبنات الخاشي البيض ممكن كما قلت لكم تعود قبل من الحالة ما عندكم نشا ديروا تدقير يعني غير باش هكذا نسهل الوصفة على الجامع باش ماشي بعض البنات مثلا اللي متخفر عنده ماد شي كامل يخدموها وبعض البنات اللي اللي يحصل على الجامع يبغيوا الوصفة و ما يحكم معدوم ش المقادير ما غادش يستخدموه في الحال فهنا البنات بغن ديروا الفاودر ديال اطفال و انا هنا غنمسح معاكم هذا و غادي نضيفه معاكم باش شوفوا ورا في واحد انك هاي البنات ماشاء الله زوينا تمحي تيتي كي تديالو وهذا البنات ديروا ليسكرين راكين موجود عند اي مون الماكياج كي يبيعوا ليكم يعني ماشي بالشرط كما كان قولوه احنا يكون متوفر مثلا غير عند بعض الوحدين كي يكون توفر على الجامع و كنحاولوا هنا يجمعوا مزيان و كنحاولوا هنا يجمعوا مزيان و كنحاولوا مزيد و كنحاولوا مزيد و كنحصلوا على الكمية اللي بغينا و بالمناسبة لبنات اللي بغي رجلينهم ما يبقوش اضعافي يعني ما يبقوش نحافي يعني بغي رجلهم كي ما كان قولوه يغلادوا و يسمانوا من غير انهم يبيعضوا و ما يبقاش فيهم المشاق و النامش و التسبوغات و الفلاحي و هذا شي كامل كي اللي كاس بغي رجلت ديلها يغلادوا شوية لديك مشكلة لديك مشكلة لديك خميرة الخبز و احد المعين اللقاء منها صغيرة هذا الشيء اللي سنقوم بتدابة عندك رجليك دا جسماني كي ما كان قولو الله هو مبارك فبلا ما تديرها لديك خميرة الخبز و ترهولات و تنفخ الرجلي المهم اي ماركة عندك سواء هاد الرافعة او هاد السبولة تهيال بناس هزوينت نحن نخدم بيانا مرة 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 الماء ناخد هنا شوية ديال الخميرة هندرت تقريبا نجوج مع اللقاء صغيرين و انتوما عينكم ميزانكم على حسب ذلك شي لك تفضلوا على حسب ذلك شي لك تبغي و شوفو انتوما ديال السبولة حسب اتوما المواقم و اتوما انا ندرتها اوها موهم هنا يرا ندرتها المزيد من الهجمات يساعد من رجلات تشجر من السابو البلدي ومقرر يطفل لجلد ولون الوصفة ولمزيد من الفلفل حمرة الحمرة على البنات لا يكون شباهات لا يكون خارج لون حمر كما نقول هذا هو واللون الذي نعشقه واللون الذي نفضله سوف نقوم بالنسب معلقة او جوج او ثلاثة لما تتوريد بزيارة لما تتكتر بزيارة لما تتكتر بزيارة سوف نخلطه لا يوجد فلاء الحمرة ترى البنات اللون هذا اللون الذي يكون في الكاميرا والله ما بحل الواقع هذا اللون يكون حمرت بزيارة و هناك في الكاميرا يكون لون بارد لا يكون غامق و في الحقيقة لا يوجد البنات يوجد البنات مع الخميرة مع الباوض و مع الخل نعوش لكم را واحد الوصفة لا يوجد البنات لابل تخديل بلاستيكات و تخديل السلوفان يوجد السلوفان و تبقيها را واحد الوصفة بسم الله سوف نضيف نغرير نغرير من لون واحد الحمامر يحمق البنات يحمق البنات يكون رائع أقل ما يمكن أن يقول عليه هو رائع شوفوا من بعد ما تطبقها تدخلي كل رجلة في ميكا و في السلوفان تخليها ما بين 15 و 30 دقيقة من بعد تغسلي قبل ما تغسلي وتبدأ يتفركي بها و تحكي بها قدمك و يخرج لك الوساخ و من بعد تغسلي رجلة و تتحركي بها و تتحركوا بها حق أو علبة الفازلين في 5 دراهم و تتحركوا الأسبوع و تتحركوا بها والحامض و تخليل و تبعاً و تنجزوا بها و تبعاً و تحركوا الرجلة و تخليل و هو البرد و تضيفوا تحرك بها نصحكم به بشكل كبير ورغب 5 درام عند ايه الطارع الشاب مو الماكياج إلا المحلة التجارية لا تبيعوش هذا النوعية هذا النوعية صراحة مزوينين هذا اللي زوينا البنت ورخيص رخيص وزوين في متنوية الجميع وهذا الشي اللي كان معروف عليه تضييد ومعروف عليه زوين انتم يا حبيباتي نرى الله خطيتوا ما زلت ستختمت منه قريبا ما شاء الله ركزي ما شاء الله ركزي ما كدومش ما يحتسمانه وكتقى دليل المهمة الشي اللي كان قوام دياله تقيل 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 ورجلك ما كيحتاجوش قاعد ترتيب بالمرة فبصحة وراحة وراموندو اول استعمال كتبه النتيجة ونطلقه معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة بسلام عليكم